وصل وزير الخارجية سامح شكري اتصالاته والتقم جددا بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي وباللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنصيق مع مجلس الأمن حياله والمكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية وكان شكري قد أكد في كلمته بمجلس الأمن أنه في حالة تعرضت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاءها للخطر فلا يوجد أمامها بديل عن أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة